متحف الحضارات في أبيجون معلم ثقافي مذهل يأسر الزائرين بجماله وبما يعرضه من تحف فنية متنوعة راقية وثمينة متحف يتيح للزوار القيام برحلة فنية وتاريخية خلابة يزاوج بين الفن التقليدي والحديث في طابع واحد يعكس روح الإبداع الإفوارية في هذا المتحف نجد ذكريات الحقب التاريخية للمجتمع الإفواري وجميع المجتمعات المحلية هذا المتحف يلخص الثقافة في كود ديفوار ثورة ثقافية مهمة على جميع المستويات في هذا المتحف الاقتصاد والزراعة والقوانين الاجتماعي الموجودة والمجتمعات العرقية المختلفة وطريقة تأسيسها والثقافات المختلفة قبل الاستعمار وبعد الاستعمار وكل ما هو متعلق به المجموعات المعروضة والأعمال الفنية التقليدية مثل النحط الخشبي والمجوهرات كلها تروي تاريخ الشعب الإفواري بتنوعه التقفي كما يفتح المتحف نوافد على التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبلاد مما يضفي لمسة نراقية تعبر عن قيمة هذا المتحف وجدنا الكثير من الأشياء النادرة التي لن تجدها في متحف آخر شيء رائع وجميل ما يحتويه هذا المعلم الثقافي استخلينا فرصة كأس أمم إفريقيا للقيام بزيارته كأس أمم إفريقيا كانت فرصة لاستكشاف التاريخ العريق والتراث المميز لكوديفوار ليصبح هذا المتحف مركزا لتجمع المشجعين القادمين لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير مناسبة الكان كانت فرصة لاكتشاف زوار من نوع خاص استقبلنا العديد من البعثات المشاركة في الكان منها بعثة الجزائر الأسبوع الماضي يجب القول أن عدد الزوار تضاعف خلال هذا العرس الرياضي رحلة فريدة من نوعها عند زيارتك لهذا المعلم الثقافي ومحطة أساسية للتأمل والبحث في إرثي كوديفوار شكرا